هذا في الخطة لكن الخطة التي عملتها ستكون ضمن البحث بهذه الأشياء بس تكون كل مبارئ هذه سيتم سيتم والبحث في خطوة البحث الميت تم الاعتماد تم فرضيات تكونت الفرضيات من من أما المعمل عناصر الخطة ستكون الفرضيات سيتم سياغة المبيطة النحو التالي طيب المنهجية بقولنا هناك ثلاث منامي والمنهج هذا هو الطريق لمصول الحقيقة المنهجية التي تحدد البحث العلمي من الغير العلمي وهناك ثلاثة مناحج منهج تاريخي ومنهجي ومنهجي تقريبي وعرفنا كل منهج بين المنهج التاريخي والاطلاع والدراسات السابقة في تفسير الحاضر والتنبؤ والمستقبل له خطوات حديدا مشكلة الانتقاد تجميع البيانات كابت التقريب وكل ثلاثة المناحج مشتركة في عناصر محددة يخرج عنها المنهج التاريخي في أنه الوثيقة والمعلومات لا قابلة للنقب من خطوات كيف تنتقد هل هي معاصرة للماضي هل فعلا صاحب كاتب ووثيقة لمسر الفيش أو فعلا معايش للحداث العباسي أو العثماني أو خاتب وبالتالي طلبتم كل واحد أن يعمل ملخص ويكتب المنهج تعريفه خطواته مميزاته من التزام؟ أخبرنا سؤال وكانت كتبت البكش أحمل لك كبيري فيه وفعلا يعني نشاهدنا الشمالك العادي وناس يحملنا خطاك من أنت وعلك كنت نشكرت وأنا شكر نعم نعم المنهج التعريف، الخطوات، المميزات، العيوب حتى المجيء قارم ما بين المنهج الوصفي والمنهج التاريخي قارم ما بين التقريبي والوصفي وقلنا كلها أغلب بحوث الحلوم الإدارية أغلب بحوث الحمدارية تستخدم المنهج الوصفي المنهج الوصفي له قسامات، له أنواع بعضهم تقدم أخرى، بعضهم من المنهج الوصفي، بعضهم من المنهج الوحدة فيه دراسة الحالة، فيه من دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، دراسة المسحية، والدرسة المسحة المسحة الشامل، نحن عارفين عندما عمل دراسة وصفية وعمل مسحة الشامل، عندما يكون مجتمع صغير، المجتمع كبير ما يمكن أن نستطيع أن نقلقها، ومن ترعيد بالأينات، والتي من أشرحها اليوم بالأينات، وهما هو الصف، ما نستطيع أن نتخرب الكثير، لأن هناك أحد الأسئلة الخبيل التي قد لا توصل إلى ما تفهمه وبالتالي سرحنا أنه معاوطرنا التقريبية للأبحاث التقريبية التطبيقية يدرس دراسة أثر العامل المتغير المستقل على التابع من خلال إما تقارب معملية أو تقارب ميدانية لكل بحث لا يمكن أن يتمئي بحث إلا البيانات أو معلومات من غير الدراسة السابقة التي كنا عليها هذا المصادر البيانات كنا نوعين بيانات أولية وبيانات كانوية البيانات الأولية هي التي ألقى إليها عندما أعجز أو عندما لا تتوفر بيانات دانوية ما هي البيانات التانوية؟ هي البيانات والبنشورات والدراسات والإحصاءات المتواجدة والتي تتم عملها سواء من قبل أجهزة حكومية أو من قبل الشركة أو من قبل متواجدة بالإنترنت أو كتب أو مقلات الآخر إذن هي بيانات جاهزة نحن نقوم بالتبويب والتلخيص والتحليل المستجد منها في بعضها فهي بيانات جاهزة بس كيف أنا أستخدمها لكل واحد بحسب بحثه وبحسب عنوان بحثه وغربه بحث داري بحث صناعي بحث زراعي بحث داري وهكذا عندما تكون شحة في البيانات التانوية مثلا أنا اجتئنا أثر الأجور على الأداء المؤسسي في مؤسسة كذا دراسة حالة مصنع كذا أي دراسة حالة من ضمن المناطق الوصفية قد لا تتوفر بيانات ونشتي أدرس حالة مصنع كذا هل ساعد مثلا أنا مصنع سمنا الصابون الصابون هنا تلتقي للبيانات الأولية البيانات الأولية لها ثلاثة وسائل إذا قسمنا بهذا الشكل يتكلم بنا مصادر بيانات أولية وثانومية البيانات الأولية لها ثلاثة أدوات إذا ثلاثة عناغل رئيسية مهمة جدا في إنتحان ومهمة جدا لأي باحث فهمه الاستبيان المقابلة أي شيء اللي همنا ظلم يقول لك قارن كذلك نفس الطريقة نفس المناحك التي تلتها منك سنتكلم اليوم وش أعمل لكم الفرشة كاملة لكن أيضا مهم جدا أنها كل عندي بدون محفظة فهمي عمل كذا وخريطة أقول البيانات الأولية فانقسم إلى استبيان مقابلة ما هو الاستبيان ما هي المقابلة ما هي الملاحظة وبعدين مكونات الاستبيان مميزات وعيو الشروط الواقع بابتباعها في كل في كل أداة إذا شروط وتعريف ومكونات وش نبدأ لأن نفهمه لو عملتوها أنا كده طبعا بعضي تفاوت من شخصي الآخر بعضهم يستطيع أن يلمي المطلوب والبعض يعجز نتجعني نتناقش نقول لك مني تجيبين لكن هناك حاجة نكتحار طريقة التلقي نحيانا كلها ما تعطيش إلى القراض المطلوب لكن الاستبيان كيف تاجي طريقة الأسئلة إذا هي نظرية وكيف الاستفادة العملية طريقة الاستفادة النظرية الاستفادة العملية إننا كيف أصمم استمارة الاستبيان وما هو الاستبيانة لها الاستبيان عبارة هي أداة من أدوات جمع البيانات الأولية إذا ما هو الاستبيان؟ هي أداة من أدوات جمع البيانات الأولية لغرض حل المشكلة في التلاصة ليش نكمع البيانات؟ عندما لا تتوفر البيانات التلوية الجانش عيب البيانات الاستبيان هي أداة من أدوات جمع البيانات من؟ التلوية ولا الأولية؟ أدوات جمع البيانات لغرض حل مشكلة الدراسة أو مشكلة البحث ليش؟ لعدم توفر بيانات أو دراسات ثانوية أو لتوفرها بدرجة شخيحة وبدرجة قليلة قد لا تفي للبحث يعني يعني ليش نعمل الاستبيان؟ لعدم وجود بيانات أولية ثانوية أو لقلتها أو لشحبها بيانات قديمة 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 لغرض أيضاً إفراء البحث والمعرفة من الميدان أفضل من البيانات الأولية واقعية أحيارية أنا أقول لك في نسال عينا في نستخدم العين واستخدمنا بحث وكان يكتفى يكتفى لأنه ممكن ما استخدمش الاستبيان لكن الاستبيان طلعنا شغل أكثر قرب عن اللقاء له مخاطر له محاذب له مميزات له عيو متى نستخدم الاستبيان؟ ومتى نستخدم الملاحظة؟ ومتى نستخدم المقابلة؟ وما هي مميزات كل أداء؟ وكيف تصمم كل أداء؟ الاستبيان أمولا لا يصلح لمجتمع أمي هذه قاعدة أساسية انتفق عليها ما ينفعش نعملها المجتمع أمي ما يقرأ ولا يكتر أو المجتمع لا يوجد الثقافة الذي ممكن يجاوهم المقابلة تنفع تنفع ل مميزات شمش كدا معهم بطريقة أساسية الملاحظة قد تكون ملاحظة بالمشاركة وبدون مشاركة وبدون مشاركة البدون مشاركة مثل ما قلت وليد الزبير يريد أن يتعرف كيفية إدارة المختصين في الإدارات أو العملاء الكليات في الجامعة وبالتالي يأتي ويعمل زيارة ساعة ساعتين ويكون مصمم هو ماذا يريد مين خطوات بداية من الحضور المبكر حتى الخروج المتأخر كيفية إدارة، كيفية تصرف العملاء ويقوم بداية من البنوك وكذا نقود بشكل عام كيفية تصرف كيفية تعامل مع العملاء كيفية إحرار المشاكل إدارية كيفية إدارة كيفية إدارة وكذا ويخلق بعض المنتيجة يقيم أداء العملية بالمظامة أو إلى أخر بالنسبة للمشاركة أن تكون نفس المبحوث وعاد يسيجب هذا السدناء إذن يعمل نفس واحد السدناء يتعايي يعيش معهم أو يعمل نفس واحد الطلاب ويتعايش يتقمص دور يتقمص دور المبحوث نفسه ويخرج بالنتيجة أو لها شروط ألا 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 تثير ألا يعني بطريقة تدقى دورك إلى آخره وهذا كل ما هو وإي حاجة نبدأ عزيزكم ما قلته قد يكون في الكتاب كامل لكن بشكل عام هذا اللي يبصده طيب نرجع لإستبياء تدلين ثلاث أدوات استبياء المقابلة هذا التصلح للمجتمع الذي يقرأ يكتب هذا ليس صلح المجتمع يعني المقابلة نستخدمها أساساً في عملية عندما إذا يقرأ يكتب أصطر المقابلة طيب كم حاضر أخرى الوقت والقهد والتكلفة والنوع البحث يحدد لنوع الأداة التي يستخدمها الوقت والقهد نوع البحث الإمكانيات التوسعيغرافي المقابلة التي تحدد لنوع الأداة يعني مثلاً الاستبياء يوفر كثير من القهد الوقت لأنه ممكن سلها ببريد ممكن سلها بكذا المقابلة تجتمني قهد وقت وإمكانيات شخصية متوفرة في صاحب الأداة المقابلة لأن الصحفية تختلف من صحفية لآخر وانت صحفية شاطرة لأنه واحد آخر لبما يعني ما يخذك الذي يريد فهي تكون مواصفات فنية القيادية لابد من أشياء معينة فتوفر دقة المعلومات لكن تستطيع أن تتقابل الناس هنا وفي صناعة خاصة يذكر المكتبات التغرافي وبحثك لكن نوع البحث يحدد نوع الأداة من عيوب الاستبياء هي قد لا يتم الإجابة على بعض الأسئلة وهنا لأن عدم الصلة ما بين الباحث والمبحث قد تكون هناك أسئلة لا تفهم والمكتالي من شروط الاستبياء لأن تكون العبارات والأسئلة واحدة لأنه ما يقدس الجعلة ما يقدس الجعلة ما يقدس الجعلة هيدا ما عدم فضاء الناس قد استلمت أنت مدير عمو مانا لما يجري استبياء وضع شي عملي ما تروح لدي شهر أو سبيع عين وثلاثة صحيح أحيانا من وقتك معك غلق أذكر لكن إلحاح الباحث خاصة لو يعرف أنك شخصيا ممكن استقي منك بعض الأشياء أو يستفيد منك أو أخرى يكبرك لأنه خاصة ما يكون فيه الاستبيان هذا لا يخبع يا أخوة لشيئين محددين خد ما تقدوهاش في كتاب الباحث العلمي الدكتور أثوري يخبع لشيئين مش أي اسئلة أعمالها ولا أي اسئلة أكتبها يخبع لشيئ اسمه الصدق والثباد الصدق والثباد يجب أن تتكلم عنه إذا نبدأ بالاستبيان ما هو شكل الاستبيان وما هي مكونات الاستبيان ما هو شكل الاستبيان وما هي مكونات الاستبيان أول الغلاف الرئيسي هل هو العنوان؟ العنوان؟ أو إذا لم تستمع عنوان تبدأ رسالة الأستاذ الدكتور فلان بداية أتقدم إليكم كذا كذا وأنا أود أحطتكم بأننا أحد الباحثين في مجال كذا تذكر بحثك وأهميته في مجال كذا 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 وأنا أود الإشارة وأنا أود التكرم على الإجابة على الأسئلة المرفقة بهذا كون رأيكم أو الإجابة كذا تهمنا كثيرا في البحث للاستفادة من هذه النتائج كذا كذا يمكن لكم بطوصي بيان عملي تشوفوا إذا الغلاف الرئيسي هي رسالة موجهة للشخص الذي تريد يجاوب لك على الأسئلة تمام واسم باحث من المهم جدا أنك تكتب جميع البيانات سرية و لا تخضع إلا لأغراض البحث العلم المهم بيدا أنك تذكر الكلام هذا بحث نعم 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 يعني مثلا موافق غر موافق حايد موافق بشدة غر موافق بشدة إما ثلاثي خماسي سباير هكذا في مقاييس مقاييس علمية كمش عليها كم أو نترك لك سؤال مفتوحة ما رأيك مقترحك وهناك سئلة قتلك مفتوحة أو غير مفتوحة سئلة مولقة أسئلة محددة تؤشر عليها تؤشر الباحث في أيضا هذه الأسئلة من صبحتين أو ثلاثة أو نهاية هذا الاستبيان قلنا رأيكم يخبع للاختبال والتحكيم ففي فرق أنك تعطي استمارة عندي تحكمها وفي فرق أنك تعطينا أقاول في فرق أنك تعطيها للمبحوث وفي فرق أنك تعطيها لأدوات التحكيم التحكيم هي مجموعة من الخبراء أو الاستشاريين أو الخبرة الذي تعطيهم هذا الاستبيان ليزودوك بمجموعة من الأسئلة ويحذفو لك مجموعة من الأسئلة يقول لك أنت أصبت وأخفقت وضيف قبل ما أصمم منها يعني تستفيد منها أثنين أيضا أن تكون هذه الأسئلة مواضحة مكتوبة بعبارات مصرقة بعبارات متازة أو واضحة بحيث لو ملتقش بالشخص نفسه ما ألقأ لك يستطيع أن يكيب عليها غير قبل الغموض أو الاحتمال لأكثر من إجابة الابتعاد لنا لأسئلة قارحة أو لأسئلة إيحائية أو لأسئلة محرقة أبتعد عنها بقدر إن كان لأنه إذا بحثت علمي ثانيا أن تكون مضمون هذه الأسئلة متعلقة بما يخدمك في مشكلة البحر أن تكون هذه الأسئلة متعلقة زي مضمون البحر كبناء أولا مكونات الأسئلة تبدأ من السفافة تعريفية من كان السفافة تعريفية من شرط الأسئلة من كان لكل الجنس ذكرنا أنت المؤهن المؤهن السن البيانات تعريفية مواصفات هذه ثم بعدين في تحت ثم تحليل بيانة العين مواصفات العين والسلام والكوهر تمام مواصفات العين أو تحليل مواصفات العين إذا نشكرنا الاستبياء أداة من أدوات جمع البيانات الأولية نلقى إليها عند عدم توفر بيانات الثانوية أو لقلة وجودها لحل مشكلة البحث ومشكلة الدراسة لها مكونات تبدأ بالغلاف ثم مقدمة تعريفية ثم أسئلة مضمون البحث ثلاث مكونات غلاف مقدمة المقدمة نقصد فيها مقدمة نقصد فيها اللي بيانات التعريفية ثم أسئلة البحث أن تكون هذه الأسئلة واضحة أن تكون هذه الأسئلة تتعلق بما يحول مشكلة البحث أن تكون هذه الأسئلة غير جارحة أو غير حاية أو تبتعد قدر الإمكان عن الأشياء القانبية أن تكون هذه الأسئلة تتعلق بمضمون البحث ومشكلة البحث طبعاً قد نلقى أحياناً نطرق إلى بيان عملي ونجعل هذا التبريل عملي للأسبوع القادم أو للمحاضرة القادمة من بعدها سنة قد صعوبة لكن سننقاح كيف نعمل استبيان نعمل موضوع ونعمل بستبيان إذاً حقاً لأسل تدهني موضوع بعيداً كيف نعمل؟ إذاً هلوقع أشوف الاستمارات الثبات الاستبار السيحة نغلط كلما أخطأت وكلما أبدعتهم كلما أخطأت وكلما أصلحتهم أموري غير نعمل الدقيقة لكيف ننتحدث لا تضيف الاستبيان له مميزات وذلك عيوب وقلنا أيضاً قبوة عيوب هناك أسئلة مفتوحة أسئلة مغلقة حساب نوع البحث. فهنا نبحث عن طريق تكتب بسرعة مفتوحة. وحينما ما تحتاجش. حنا ما عملنا استبيان. يعني أنا أشتعمل دلتين. تجد أن لا بد ما أكتب كل حاجة. أشتي أعرف أنا مثلا من استبيان. أنا اختروة السمكية للكانية اقتصادية. أشتي أعرف أنا. هذا الرجل أمي. يكتب يقرأ يكتب سنه. عمله. المحافظات. أشتي أعرف أنا. كم قدرات المحرك حقه. اشتي أستخدم من شباب. كم يقلس في البحر الرحلة. وكم عدد العمال يستخدمهم. وكم يستعد. وكم سعر الكيلو. بالدوان بشغلة صالح حقنا. وهكذا.